أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسيم هيبا لاهتمام الرئاسي والحكومي بجذب استثمارات يابانية جديدة لدورها المتميزة في تحقيق التنمية المستدامة والنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية إلى السوق المصرية جذلك خلال اللقاء رئيس هيئة الاستثمار مع رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني جون كاروبي وأعلن هيبا أن العمل حالي سيشهد تركيزا حكوميا على السوق اليابانية حيث سيتم تنظيم زيارة ترويجية لطاكيو في سبتمبر لجذب الشركات اليابانية للاستثمار في مصر كما ستنظم هيئة التجارة الخارجية اليابانية جاترو في نفس الشهر زيارة لوفد رجال أعمال ياباني للقاهرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين